السلام عليكم لماذا قد نحضر معكم واحد ثلاثة ديا الاشكال ديا الفطائر بالعاجين واحدة كيجيوا رائعين بزفزف وسهلين في التحضير وفي المكوينات سهلين ووحد العاجين رائع بزف بواحد مكوين تحضروهم في الفطول ضيوف ديا لكم والأفراد الأسراء كيجيوا رائعين بزفزف كيجوه الشاش في المنظر وحتى في الماضاق يجي ورائع العجينة دي الممكن تدف الفم نخليكم على المقادر للطريقة تحدي الفرجة الممتعة ورمضان الكريم غادي ندوج المكونات عندي هنا نصف كيلو ديال الدقيق عندي ملحة ملعقة ديال السكر ساندة وعندي فلون فلون تشينو هذا المكوين اللي كيعطيه واحد الماضاق في العجين رائع بزفزف الفطائر كيعطيه لهم واحد الماضاق لديد بزفف غادي تجربوها وغادي تطقوني كي يجو رائع غادي نضيف كيميا ديال الحالب عندي هنا ديال الحالب يعني ما عبارته وشي صخنته وخليته جانبا كان نكوب بشويش بشويش حتى كان حصل على العجين اللي بغية العجين ما خصوش يكون خفيف وما خصوش يكون قاسح يعني يرتب صافي كان بقال بيد ديها حتى كان نعجنه مزيان وكان دلكوم صافي ونخليه شويش يرتح وحتساعد المقانة وغادي ندوزو نحضر الحشوة عندي هنا يا عمت المقلة فوق البوطة وعندي واحد كيميا ديال زيت قريبا نصف كاس ديال زيت زيتون وعندي ثلاثة ديال بصلات مقطعين على هاتشكل هذا عندي البقدونيس واحد كيميا تقريبا كالصغير عندي هنا يا التوم الأخضر كيعطي واحد الماضاق الليد بزفف ولممتوفر في ايضاف التوم عادي او بودرا حتى هو كيجي لديد بزف عندي هنا يا ملعقة ديال الخارق وملعقة ديال سكينجبير والملحة حسب الطوق ملحة تزيدو او تنقصو على حسب الطوق دايوا واحد غادي نضيف واحد نصف ملعقة صغيرة ديال هريسة وغادي نضيف الفلفل الأسود نصف ملعقة ديال فلفل أسود صافي عندي هنا يا كيلو ديال الداجاج غادي نضيفه فوق البصلة وديك التوابل اللي ضيفت وانا كنحرك حتى كتدخل ديك التوابل في الدجاج يعني كتعاد غادي نبقى نشحره مزيان حتى يعني يدخل فيه كل شي ديال ديك التوابل والبصلة والبقدونيس صافي هنا يا كنجيب واحد المكعب ديال الداجاج اقنر صافي كنبقى نخلط حتى كيدخل ديك المكونات كاملين وغادي نضيف واحد كيمية ديال السحتر صافي وغادي نضيف هنا تقريبا كاس ديال ما فقط ما غاديش نضيف الكيمية ديال ما بزاف غير شويش صافي هنا يا بعد مطب الداجاج كان حايدو في واحد طبصل وكان خالي ديك الضغمير عفوان ديال البصلة غادي نضيف لا ثلاثة ديال الجزارات محكوكين حتى كيتشرب ديك المراق ديال الضغميرات ديال البصلة عادو غادي نضيف عليه صافي هناك نجيب العاجي اللي ارتحت لساعد المقانة وكان بقى نقوار هيدا واحدة اربعة صافي كان نجيب المطلق ويتشويش ديال الدقيق وكان بقى نطلق على شكل رغيفة هيدا كان بقى نعمل عادية طريقة سهلة وقد توجد ضغيا يعني ما فيها شي واحدة صعوبة ديال الخدمة صافي هناك نشكل رغيفة عادية غادي نجيب الكوائرة الاخرى وغادي تلقى حتى هي في حال الرغيفة الاولانية وغادي نضيفها فوق اخرى يعني غادي نضيف وحدة فوق وحدة غير جوج ما غاديش نضيف بزاف ديال صافي هناك نتنيها عادية اربعة على اربعة صافي وكان فرق بناتهم وحش قليل ديال الدقيق هاد العاجين وخبلة زبدة كدجي كددف الفم كدجي مزيونة بزاف الماداق وخبلة حشوة طيبهم هيدا بوحدهم كيجي ماداق ديالهم مزيون بزاف صافي غادي نخليها ترتاح وغادي نجيب الكوائرة الاخرى العاجين اخرى وغادي نتلقى احتها وغادي نضيف نفس الطريقة هادها غادي نتنيها على وحدة ما غاديش نضيف فوق منها وحدة اخرى صافي نتنيها على اربعة في حال رغيفة عادية صافي نخليهم ارتاحوا وكنضيف الحشوة اللي طبط لي مع الجازار غادي نضيف ديك الدجاج بعد ما حايت له العطام دياله فرتدته وعندي هنا ميتين وخمسين جرام ديال الجبن ما حكوك وغادي نضيف واحد كمية في الخالط الكمية الثانية غادي نخليها لتزين صافي نجيب العاجين اللي طلقت الاولى كانت تلقى كانت تكون هي ارتاحة كانت تلقى واحد مربع كان بقى نطلق حتى كنحصل على واحد مربع صافي هناك نجيب القطاع ديالبيتزا وكان قطع اه شرائح ديال العاجين كان بقى نقطع اه هاي دا حتى كنحصل على الجوانب غادي نقطعه وغير في الجوانب فقط على هذا الشكل هذا السهل صافي غادي نجيب الحشوة في الواسط يعني ديك الواسط لما قطعته شيء هو اللي غادي نعمل فيه الحشوة صافي هناك نبقى نوزع الخالط في العاجين باش باش ميبقىش الفراغات في العاجين وغادي نضيف واحد الكيميا ديال الجبن فوق اه فوق الخالط صافي وكان بقى نضفار يعني وحده فوق وحده 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 فوق وحده وما كانجبتش العاجين كان خليها مرخوفة يعني غادي كان بقى نضفار وصافي وما كانت تفتح شي مرة غادي نوزو اه يعني الشكل الثاني كان قطعه هيدا مربعات كان بقى نقض ديك المربعات صافي وكانعمل اه الحشوة في الواسط والجبن يعني فوق الحشوة كان نضيف الجبن صافي وكان بقى تني على شكل اه البرية هيدا على شكل البرية وكانضيف الزيتون الاسود للتزين فقط صافي وكانجيب الشكل الثالث غادي نضيف هيدا هنا في هاد الاثناء انسيت ما ضيفت الجبن في هاد ثالث خليتهم سكين بلا جبن صافي غادي نقطع في الواسط صافي وغادي نقطع على الشكل السيجر صافي كانجيب اللاطة اللي غادي ننزل فيها وكانجيب واحد سكين يكون ماضي وكان قطع اذا كان شرط في الواسط فقط كيجي على الشكل السيجر صافي هنا كانجيب الجبن وكانبقى نضيف فوق الفطائر صافي وكانبقى نوزيع الجبن على الفطائر كاملين صافي وكان بعد مطابة تحمرت لي كانجيب السكين وكانبقى نقطع غادي نبدل السكين في هاد الاثناء حتى بقى سخونة قطعتها بقى سخونة في هاد الاثناء صافي كانجي على الشكل هادا كيجي مزيون وكيجي مورق كيجي في الشكل دياله فحل ميل فيه صافي نشوفو الشكل النهائي ديال فطائر ديالنا ديال الثلاثة ديال الاشكالات في العجينة وحدة هالشكل السيجر كيجي على الشكل هادا والشكل الثالث برية كيجي مزيونه بزاف كيجي وفطائر مزيوني وكانتمنى الفيديو يعجبكم وكانتمنى تجربوها الطريقة هادا كيجي رائعة بزاف بزاف وكانتمنى الفرجات تكون ممتعة وتكون خفيفة على قلبكم وبتلام عليكم خليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله